بسم الله الرحمن الرحيم المكان هو بيتي من 81 عايز اقول ان انا بشكركم جدا على كل واحد كان حريص ان هو يكون معنا النهاردة زي ما قال استاذ جمال ان احنا كنا بنأمل ان كنا نعمل ده اول ما مستر كارترون جي وحضر ووقع العاد لكن طبعا لدي كل وقت وكان عندنا معسكر خارجي اللي انا عايز اكد عليه طبعا ودور السادة الاعلاميين كلهم بنحترمهم جدا وبنقدرهم ودايما لابد ان نعترف ودي حقيقة ان دور الاعلام في تاريخ النادي الاهلي دور كبير جدا وايضا في تاريخ المؤسسات الرياضية بالكامل بيلعب دور كبير جدا فلابد ان انا اكد تاني الاحترام الكامل للجميع والشكر الكامل للجميع الحضور ونتمنى ان شاء الله ان يعني ان على طول يبقى فيه تواصل من اجل طبعا انجاز اعمالكو وفي نفس الوقت كمان انتوا هتبقوا مساعدين لنا في تحقيق او انجاز او توفير المناخ الطيب اللي احنا نستطيع ان نبقى مركزين فيه انتوا عارفين النادي الاهلي وفري النادي الاهلي والفري الاول بالتحديد كمان بيبقى دايما قافل عن نفسه بيبقى دايما مركز دي بتلعب دور كبير جدا فيه تحقيق البطولات وانتوا عارفين كده لكن في نفس الوقت احنا بنساعدكم برضو على تحقيق الشغل بتاعكم وتحقيق الاهداف اللي انتوا بتبقوا عايزين تحققها عايز برضو نقطة مهمة جدا ان انا مستر كارتيرون طبعا دلوقتي قضيت معاه فترة من ساعة يعني تقريبا داخلين على شهر عايز اقول طبعا مستر كارتيرون غاني جدا باسمه وبصيرته الذاتية فاز ببطولة افريقيا مع نادي مازينبي والتاني عالم بالاضافة طبعا ليه حصل مع منتخب مالي على تالت افريقيا امم افريقيا ليه انجازات كبيرة جدا كمان حتى مع اندية اخرى درب في ودي ديجلة ودرب في الناصر ودرب في نادي فورنكس في امريكا لكن لا انا عايز اقوله انه عمل حاجة لابد ان احنا كلنا نقف امامها وانا شخصيا اول ما جيت واشتغلت معا اول حاجة قبل ما اتكلم معا في اي حاجة انا شكرته الراجل دفع الشرط الجزائي للنادي الامريكي ومش عايز اقول رقمه لانه رقمه كبير جدا عشان ييجي النادي الاهلي واول حاجة الهالي قال لي انا سعيد جدا وما قدرتش لما عرفت عرض النادي الاهلي انا ما فكرتش حطيتش جزائي وعملت التذكارة وجيت فا اشتركوا في القناة